نعم كل قطاع يجب نحل مشاكله واحد ويجب إرادة سياسية زيدة ما تنجمش في قطاع نجي وآي ينلموا بعضنا ونحلوا مشاكلنا على خاطر مشاكل هي جذرية هي تراكمات على مر السنين وكل واحد يجي يتعلم على الحجامة فيه روسليتامة كل يجي ببرنامج وبرنامج أفشل من برنامج اللي وصل حالة التعليم العمومي اليوم اللي احنا الكل خرجين منه اللي كنا خرجين من التعليم العمومي بمستوى رفيع على الأقل لا نحكي هما كلمت شمت على الأقل في عهدية نحكي تقول لكل تعليم عمومي كان زيدة بشتفى مقبل كانت موزير مقلوبة معنا هذا كنا اللي خرجين من التعليم العمومي وقت اللي نمشيه للجامعات الأجنبية مطردين من الجامعات التونسية يبدأوا يبدأ مطرد من الجامعة التونسية ويمشي للجامعة الفرنسية ولا المغربية ولا الدزيرية أول ما على خطر المستوى كان عالي المستوى التعليمي كان عالي كان انسيقتاني فواللي قبلي أنا جنراتيون تعبوك وبابا حتم أكثر أكثر منها فوقت اللي توصل الحالة للتدورة ذي بيسي يغزينا نقف وقف التأمل دون ذلك الإرادة السياسية منعدمة حتى حتى من 25 جوليا طيو احنا دسترناه المجلس الأعلى للتربية والتعليم عليش قدنا السنة وفي هذا الكل عليه سبقنا 50 مليون حاجة هاو دستورة وقانون انتخابها وانتخاب بيت هاو طبيل عليش ما سبقناش بجرتي قلم هالمشكلة المعضلة الكبيرة متاع التعليم عليش احنا فيها اليوم أخويا العزيز يجا في عود نقعد ونتناقشو في حكاية حجب الأعداد هي وصلت الضغط الوحيدة وصلت الضغط الوحيدة شو تحبهم يعنوا الناس ما ما نحكيوش معاهم منكنموش معاهم التزامات ما نحترموهاش هو حجب الأعداد عن الإدارة مايش حجب الأعداد عن التلاميذ لسببا على خطر حجب الأعداد عن التلاميذ فيه مس بيولوجهم إلى معطياتهم الشخصية دونك تعتبر جريمة ولهذا لا نحجب الأعداد على التلاميذ دونك من ناحية التقييم التلميذ يعرف المستوى متاعه وولديه يعرف المستوى متاعهم لكنه حجب على الإدارة للضغط يخويا ايجا القوحل يخويا اقضوا مع الناس تفاوضوا معاهم والتزموا بحاجات واحترموهم خاصة إذا كنا نرجو في العشرة سنين الخرانين سونيا اسم مثلا كيمالاس عدل يعقوبي صار من أكثر الأسماء اللي تستفز التوينس اللي كل تلموتة تلي الإذرابات الإذرابات التصعيد الإذرابات التصعيد كل مرة طريقة حجب الأعداد من على الأعداد حجب الأعداد على الإدارة كل مرة حكاية والمراجعة ذي محبتش تقييم المطالب المادية متاع السيدة متاع المربين متاع مشروعة اليوم في تونس ثلاثناش مليون فما حتى واحد عنده مطلب مديموش مشروع نظران الغلاء المعيشة نظران الارتفاع الأسعار فما حتى شهرية يسرتو في اللي تاتيك قادرة تخلت إنساني بعيلت ويعيش في مستوى محترم متززي مايتسلفش مايتمرمدش مايخوش قروضات ولكن سيدة أنسترتموه لازم هتيقف على الناس الكل معنى بلدها لحفة الإفلاس لازم ويقضي قلنى عنا سنوات اليوم زدنا قربنا أكثر نعملو عام عمين نسكلت تنفس نرتاحو ونسلحو من نجمو نسلحوه نقل تعليم كذي بعد نرجو نحكيوه على الزيادة تذيرا والكلام تقال من 2016 نقولوا فيه نقولوا فيه اليوم الوضع صار أخطر وإحنا مزلنا ماشينا القديم عشرة سنين وحدشن سنين يحكيوه على أسلاح المنظومة بتاع التربية ما تبدل فيها حتى شي حتى شي ذولي التيلة لحدشن سنين اللي تعديوه ما تبدل شي ما تبدل شي وما تغير شي أما بربي فيما يتعلق بدروس الخصوصية وإنتي قلت سي نورمال وعادي والله العظيم برمشي للنورفاج وبرمشي للناس اللي طايرين تيران ما فماش حكاية تراول الكوخ باختيكولية تعرف شنو اللي فمه فما في المنظومة التربوية ما فماش نفس العدد متاع الماتيارات يهديك يا سونيا هذا هو عليش يجب أسلاح جذري سب القمع سب القمع والتلميذ ما يشد حتى شي عدد الماتيارات وعدد التلميذ في الكلاس كيما أستاذ في النورفاج يقري 12 حتى في فرنسا فما الكوخ دي سوتيان اللي تنظمهم المؤسسة التربوية يعني وقلي يشوفوا تلميذ أمورهم مضعضع ولا مش خالد في ماتير كور دي سوتيان يتعملوا تتقبى بي المدرسة متاعو أحد الأمان الكوخ بارتيكولي والي وكيرثة بالنسبة للباران كيرثة أنا بالنسبة لي سينفو بروبليم سينفو بروبليم أنا لتو عندي أنا إخويا أنا قريت أقبل المانا ثم أتوديت دون نطن يقريوا بمئة ومئة وعشرين دينا رفوما باربعين دينا رفوما بخمسين دينا أنا في عمري ما قريت يتوتيت كي خلط للباك جا في بزوء هاكا بش نقرأ شوي كنت ضعيف في الانجلي قريت انجلي مات فيزيك سيت اي جوستكي كمان رغم اللي أنا كنت بهي يزمني معنا بش ننقوي روحي بش عمل أكثر وانتهي الموضوع اللي يحب يقرأ اللي يحب ما يقراش المهم لستاذ ما يقررش تلميث اللي يقرأ عنده في الكلاس بش متوليش ما يغلطوش اللي يحكي فيه حاتم بالحاج سينو الأفضل اللي نجم يعطينا رأيو في الموضوع زياد انتي ريت عن كاديكو عليش خلطهاك كي تعطينا الأسباب نجمو نستخل من دومها والتعليم ش عمل فيه أفضلش تالله معانتا وينة طو سترني ربي هني نخالت في شوية نخبة رافيق على سونيا على حق مقراج الباقي مغلب اما يزمك ترى اللي في رريت اللي كيفي رافيق اللي قاعدين يطلو طر صافي رافي طو انا حتى كي نعمل ديفياسيون صغيرة أو يرجعني في الويكاند رافي بساي معانتا باقي محاق بالنخبة ولكن يا رفيق التعليم والله تهلك وتوى بربي جزء على فاسة العداد عندي بارون يضحك ولده مقر يا ولدي خالي ولدي عمر ولفيت الخمسة في الماء توى من حاجب العداد قولي بابش نجيب 18 في الماء هكذا كيفي يكذب وامو تقولي وخليهم ركز على الفيحانات قالي برا قالي ولدي عمر ولفيت خمسة هو القرار نعمل بعض نعمل يخبيهم الحجب الإداري راه عنده تداعيات كي ما قال بكري هينحكينا زياد هحكيلي علاك اللي بشي قايد البرا يزوي بعض الغلوفين الغلوفين زيدا حاجب إداري نجمعناها يحرم برشا من الناس والأعداد والله والأعداد في حد ذاتها زيدا منظومة المراجعة بالنسبة للصغار ديما نحكيو فيها ونعملو في وخدم تعريها في التلبز وشفت الزيقزان بالمتاع برشا بولدين اللي لعداد بالنسبة لي ويدخلوا كان في عمر 13 14 15 الوكند هذا الوكند هذا بنت أختي متقلقة جاي بس 17 ونص نعرش فينا ماتيال خاتت فمزوز جاي بي في 17 ونص في أمريكا في أمريكا عندهم في البرمير سبعتاش وصحاجة عادية فعنت هتحب تقنعنا توم النواب أغلب 18 ونص إش تحب تجيب 21 أخر ملاحظة خاتر الأسلاح الجذري أخر ملاحظة التغيير الجذري يزمو عقل مدبر يزم نقامات رهو نيزم شوفو السيد نيزم شوفو دي سيسيولوغ نيزم شوفو ننكونو لجنة بالحق نجنة علمية أفتو ديت يزيب نشوف تسمع كلامي فوش قامل جينون يودي يمشي المجتمعات مختلفة ما مختلفة يخي هما سامحني كيقرروا التربية والأخلاق شو مختلفة هذو مكاديماتيار موجودين في الإيكول بريمير وفي كده هما كيقول لك رأي صغير بسيشيك ما ما يحبش إحساس من عدد تتنحى من عمر 6 سنين حتى الـ 14 إذا عنده علاقة بالمجتمعات متاعنا يزم الرقم يكون مثلا 20 تلميذ مع المعلم يزمنا نلقى حل بش نخلطوا للرقم فما معناها نحكي على المحتوى البرامج شنو اللي نقري علش تعليم بتاعنا نحن قبل كين بي كين عنا تعليم لائي كي علمين مية في المية كي تقرأ الفلسفة كي تقرأ على المعار يكون الدولة الوحيدة في عربية اللي تقري مش حكيت قرآن نحكي على انفتاح العقل تعطيه برشة وفق واسعة وعريضة معاش نضيقوا التعليم يقعد التاريخ كي ما اللي نحن نعرفوه ولك لي سب لك سب ما يحكي لك حكاية برشة برشة معناها التغيير راهو مش حتى كان في العداد وشهاري راهو تغيير في المنهجية في طريقة في كل شيء التغيير يجب أن يكون جذريا حتى الصالة اللي تقرأ فيها أنا مثلا رجع أروحي من عرش نلقى الحاجات اللي عندي في مخي لم أكتسبهم من القرية معنى حاجة معلومات تاع تاريخ مثلا ما نذكرهم شي علقة بالتاريخ اللي كريتو في الكل وليسي حتى الوقت نكونت نحفظ زيب 17 يعطيك الصح وتنسي ليه واليوم اليوم نتعامل مع التلميذ متاع القرن الواحد والعشرين كي ما تتعامل مع التلميذ متاع القرن 19 صب المعلومات رو المعلومات متوفرة رأي موجودة تنزل على فلسة تلقى المعلومات الكل علموهم التفكير علموا كيفاش يفكر علموا كيفاش يلوج علموا كيفاش يستنتج قاما تصبلوا في المعلومات بالقمع موجودين عنده يا ولدي عنده أورديناتور بتليفونه ينجم يبحر في العالم الكل وعنده المعلومات الكل بحي نخرجو فواسر نرجو نحكي وبعد شوية في البلاتو ولاي استغربت البرينس وميمة وناس المتعليم ما طلبتوش يا ولدي كان فما ما يسمى باللي كون نورمال كانت يكون يكون المعلمين ويكون كذا والقسم فيها أكثر من ثلاثين واحد ويجيك القصية فيتك مرة في الجمعة قريت من عام قريت وكاون حظر في نبي العام أنا رجل تربي أنا رجل قريت عام 68 قريب نخلص تصور 20 وينوسل وينوسل كلهم تكاثر عشرين تلميذ اللي كريتهم نخل شوف واس النار